أكد رئيس البرلمانة العربية عادل العسومي أن البرلمانة سيستمر في العمل بكل جد وإخلاص دفاعا عن قضايا الأمة العربية العادلة في كافة المحافل كما سيعمل على دعم ونصرة قضية فلسطين ومساندة الدول العربية في حربها على الإرهاب والعمل على صيانة الأمن القومي العربي بالإضافة إلى مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية جاء ذلك في جلسة البرلمانة العربية الإجرائية التي جرت اليوم في مقر الجامعة العربية وفاز فيها السيد عادل العسومي برئاسة البرلمان بالتسكية لمدة عامين كما جرى انتخاب أربعة نواب للعسومي البرلمانة العربي سيتقل إلى مرحلة جديدة سيكون غريب من الجميع سيتعاون مع الجميع سيدعم الجميع سنركز على الغضايا الأساسية التي يعاني منها الوطن العربي والتي تحتاج إلى عمل عربي كبير ومكثف كوني أننا حصلت على أعلى الأصوات في الانتخاب ده دليل على أن يؤكد عليه العرب كله أخواتنا النواب من الدول العربية على أن مصر أبدا ودائما هي قلب وعقل الأمة العربية مصر العظيمة بقائدها ورئيسها سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر العظيمة أيضا بشعبها العظيم بخواتها المسلحة بشرطتها البسيلة مصر التي أصبحت رمانة الميزال فلذلك تم الاختيار وده دليل على أن دم العربية جميعا تتوافق على أن يكون هناك مرشح مصري وهو النائب الأول رئيس البرلماني سنكون من أولى الملفات في البرلمان العربي للدعم للوصول إلى توافق للأطراف الليبية وإلى الانتقال إلى مراحل توحيد السلطات داخل دولة ليبيا وكذلك كثيرا من القضايا أو الملفات الأخرى في كافة الدول العربية موسيقى